مملكة البحرين دولة شقيقة شعبها بيحب المصريين جدا على فكرة والمصريين كمان اللي مقيمين في دولة البحرين قد ايه بيحبوا الشعب البحريني شعب البحريني شعب بسيط اعتقد انه بسيط بمعنى يعني لأ شعب بسيط بمعنى انه ما فيش تكلفة ما بينه ما بين الشعب المصري في وفاقدة جميل وفي روحة انا زرت دولة البحرين قبل كده وعشت دولة الخليج دولة الخليج يمكن ست سنين فعارف دولة الامارات وقطر والسعودية دولة البحرين شعب جميل جدا شعب بيحب الحياة وبيحب الشعب المصري جدا 14 الشهر ده 14 فبراير حيكون مر تقريبا سنة الاوساط السياسية بتقول انه سنة على ثورة البحرين علامة استفهام هل اللي حصل في خلال السنة هل دي ثورة هل نعتبرها ثورة زي ثورة مصر وتونس وليبيا هل نعتبرها ثورة ولا هو ممكن يكون انتفاضة للوضع في مملكة البحرين سؤال سؤال تاني اخر التطورات اللي احنا بنسمع عنها عن دولة البحرين اخر حاجة عرفناه انه درع الجزيرة اللي هو متمثل في القوات الامن الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي وصلت الى البحرين عشان تهدي الامور بعد كده تقريبا ما سمعناش احداث كتيرة ممكن نقول عليه في تعتيم او غير تعتيم دولة شقيقة بنحبها كلنا اكيد لازم نعرف عنها اكتر واكتر ضيوفي والمشرفين في الستوديو الاستاذ سيد هادي الموسوي نائب سابق بالبرلمان البحريني وعدو بجمعية الوفاق الوطني والاستاذ حسين يوسف الاعلامي بدولة البحرين وناشط سياسي صباح الخير يا فن صباح الخير اهلا وسهلا منورنا ونقول الحمد لله على السلامة ولا حضراتكم قاعدين هنا في مصر المقيمين الحمد لله على السلامة واحنا هذي بلدنا الثانية يعني وانا مقيم معاكو على طول هنا ان شاء الله في مصر يعني بها لي تقريبا سنة موجود هناك معاكو في مصر تمام انا هخش بكل قوة وعزم زي ما انا كده سألت في المقدمة هل سيد سيد نعتبر انه اللي حصل في خلال سنة ثورة ولا هل نعتبر ان هي انتفاضة للوضع للشعب البحريني مش عقبه شوف في ما حصل في تاريخ البحرين في القرن العشرين الف تسعمائة وعشرين الف تسعمائة وثلاثين وارف تسعمائة واربعين الف تسعمائة وخمسين كل عشر سنوات الى حد التسعينات هناك حركة شعبية قد تسمى بعضها انتفاضة بعضها حركة احتجاجية وما الى ذلك الذي حصل في 14 فبراير 2011 هو جزء من الربيع العربي والربيع العربي كان ثورات واستمرار الاعتصام والاحتجاج لمدة شهر كامل وحضور بالغ من قطاعات الشعب في الشارع لسه يعني ما يمكن بعد اعود للوراء واسميها انتفاضة وانما هذه ثورة والدليل على انها ثورة انها جاءت بعناوين مختلفة يعني البعض كان يطالب باسقاط النظام تجاوبا مع النداءات او الشعارات في الثورات العربية البعض ونحن في جمعية الوفاق كنا ننادي بمملكة دستورية لاننا اسسنا جمعية الوفاق الوطن الاسلامية وفي نظامنا الاساسي نحن نسعى لتحقيق البحرين كمملكة دستورية على اساس ان احنا وجدنا التجارب في الدول الاوروبية ونبعد هذه المنطقة الخليجية التي تعيش على نظام المشيخات والمملكات والشخصنة اردنا ان نتقدم بها لان نكون كمملكة دستورية ووضعنا هذا في النظام الاساسي ونعمل ونحن منسجمون مع انفسنا منذ ان بدأنا الى الان ولازمنا نسعى لان نحقق مملكة دستورية ولهذا فاذا كنا نسميها ثورة والبعض في الاعلام سميها احتجاجات والبعض سميها مثلا انتفاضة السلطة لا تسميها لا ثورة ولا احتجاجات ولا انتفاضة الثورة تسميها تخريب لانها بالنسبة لها في حين ان الحقيقة هي واحدة والمسميات قد تختلف سيد حضايك بتقول في سياق كلامك مملكة دستورية ما معنى مملكة دستورية المملكة ممكن أن يكون فيها ملك ويكون فيها عائلة مالكة ولكنها لا تتدخل في الحكم هي مجرد لها شرف حفظ الشكل العام للمملكة كما هي الحال في المملكة المتحدة في بريطانيا الدنمارك هولندا الدول إسبانيا هذه ممالك دستورية واضح سيد حسين بعد إذن سيادتك هل مملكة دستورية هل ممكن تطبق في الشعوب العربية إن أنا بقى ملك وفي نفس الوقت الصلاحيات بتاعتي محددة وزي ما نسمى ملكة انجلترا بتروح يعني مجرد حاجة شرفية والبرلمان هو اللي بيدير هل ده ممكن يطبق في العالم العربي أعتقدنا ممكن أن يطبق هناك تجارب إذا نظرنا إلى التجربة المغربية إلى التجربة الأردنية هي خطوات في بدايات تحول إلى المملكة دستورية في المملكة الدستورية تكون هناك حكومة منتخبة ولكن في البحرين ما يحدث أن لدينا ملك ابنه ولي عهد عمه رئيس وزراء في الحكم من أربعين سنة ابنه عمه وزير الدفاع ابنه عمه الثاني وزير خارجية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة الإعلام ووزارة الطرق ووزارة المواصل أنت عندكم أخوان مسلمين زينا عندنا أخوان الحكام فالمشكلة أن رئيس الوزراء أكثر من أربعين سنة في نفس منصبه كرئيس وزراء حينما نقول نريل حكومة المملكة الدستورية بمعنى أن يكون منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من حق الشعب عموم الشعب ولكن ما يحدث هنا أن الملك هو رأس السلطة التشريعية ورأس السلطة قضائية وهو من يعين يكلف رئيس الوزراء أي رئيس السلطة التنفيذية وهو أيضا المسؤول عن الجيش وقوى الأمن ولكن رغم ذلك هو جاء بالدستور منفرد من عنده نحن لم نكتب دستورنا للأسف الشديد جاء بالدستور بصفة منفردة وقال ذات الملك مصونا لا تمس طيب إذا كانت كل هذه المسؤوليات عند الملك ونحن لا نستطيع أن ننتقد الملك أنا نسجنت في 2005 وكانت إحدى اتهامات الموجهة لي كمدون وناشط وصحفي النايل من الذات الملكية أنا كنت أقول أنه يجب على كل مسؤول وصاحب مسؤولية وقرار في هذا الوطن أن يكون مسؤولا ومحاسبا تحت قبة برامان كامل الصلاحيات اليوم في هذا الحراك في البحرين الشعب يريد أن يكون مشاركا في بناء الدولة يريد خصوصا وأن نسبة الأمية تقل عن 2% في البحرين إذن هذا الشعب متعلم الشعب المتعلم لا يجوز أن نحكمه بالحريد والنار وتكون السلطة كلها في يد قبيلة حاكمة للأسف الشريد وليس الشعب بكل ضوائفه الأستاذ سيد أو الأستاذ حسين لو حضرتكوا يعني السؤال اللي أنا هقوله ده دايما بنقول أنه الوضع في الخليج مختلف مجلس التعاون الخليجي إذا كان السعودية إذا كان قطر إذا كان الكويت إذا كان البحرين إذا كان الإبارات العربية المتحدة الوضع مختلف شوية عن الشعوب العربية الأخرى بمعنى أصح أنه أنتوا كشعوب طبعا مع عدد المتحدة العربية السعودية يمكن تاريخكم يعني بداية التاريخ قريب مش كبير يعني مش عدد سنوات كبيرة يعني في البحر المتحدة مختلف قليلا ولكن خليني أطرح السؤال اللي أنا تلقى حضرتك وإنت بتتكلم تلوقتي بتقول لي أنه الملك عمل الدستور من عنده ده سنة كام الدستور الجديد في سنة 2001 لا لا أنا أتكلم عنه قبل كده إحنا الدستور اللي عملنا قبل كده لغوه اللي هو سنة سبعين الدستور اللي كتبوا الشعب سنة ثلاثة وسبعين لغوه وحلوا في برلمان عندنا كتب الدستور وعرضوا عليه قانون أمن الدولة حبوا يفرضوا عليه قانون أمن الدولة اللي هو يتيح حبس المواطنين إلى مدد كبيرة زي قانون الطوارئ قانون أمن الدولة يجدد كل ثلاث سنوات بأمر وزاري وليس بأمر القضاء والبحرين إذا سمحت للبحرين يعني كانت بلد محمية يعني في بريطانيا وحصلت على الاستقلال يعبر عنه في 71 71 أجرت الأمم المتحدة استفتاء في البحرين والتي تقول أيها الناس ما الذي تريدون أن تنتموا إليه يعني الناس صوتوا لأن تكون البحرين بلدا عربية حرة مستقلة في مقابل أن تكون تابعة لإيران لأن هناك أيضا البعض كان يقول لا هي جزء في جزء من تاريخها هي جزء من إيران نحن في البحرين صوتنا على أن تكون البحرين دولة عربية مستقلة وبعد ذلك تم تأسيس لجنة بسمها ونسميه المجلس التأسيسي لوضع دستور وبالانتخاب تم وضع دستور وهذا الدستور في 73 عمل به وتشكل مجلس وطني لمدة سنتين ورئيس الوزراء الذي لا زال من ذلك اليوم إلى اليوم قال للأمير حينها أنني لا أستطيع أن أعطى مع هذا المجلس التشريعي أو بنجس النيابي وهو يعطل أدائي فتم حل المجلس من ذلك التاريخ من 75 في أوغست وبعد ذلك بقت الأمور تحكم بأحادية القرار يعني بتحت قانون أمن الدولة بنسميه ولا يستطيع أحد أن يتكلم تقريبا إحنا اللي صدرنا لكم الأمن الدولة أنتوا في مصر صدرتوا لنا العلم صدرتوا لنا التربية صدرتوا لنا الأدب صدرتوا لنا حتى طريق الحكم القضاة عندنا في البحرين يعني يستشهدون بالمدرسة المصرية والفرنسية بالتأكيد أولا هم بوصلها للمصرية فإحنا لا بالنسبة إلينا مصر يعني تعتبر يعني يعني شو بسميها يعني مزهرية كبيرة فيها كل أنواع الورود نتعلم منها بس لابد من أن يكون فيها شوكا الذي ذكرت طريقة أمن الدولة هو شوك يعني بصراحة في يوم 25 يناير بعديه في يوم على نفس الموقع اللي اعتقلت بسبب يعني إشرافي عليه كان 26 يناير بدأ الشاب يكتبوا يكتبوا على الموقع لا بد أن نحن ناضجون جاهزون بمطالبنا جاهزون بأفكارنا لا بد أن نتحرك من أجل الديمقراطية كان في يوم 26 إحنا سعاداء جدا لحضراتكم معنا على شاشة ناير لايف وبرنامج نهرك سعيد إن إحنا بنعرف أكتر أخبار الوضع عندكم إيه لأنه بيقال إن فيه شبه تعتيم من الإعلام هناك والطرف الآخر برضو ليه الحق إن هو يخش ويتكلم لو هو حابب أنا بكل صراحة شديدة وكالات الإعلام الأنباء في جميع أنحاء العالم الأوساط السياسية في جميع أنحاء العالم بتقول اللي بيحصل في البحرين ده وراه إيران أستاذ حسين أرجوك فهمني هل المقولة دي أساساً صح؟ ولو كانت صح إيه بالزبط إيه اللي بيحصل التصريحات اللي كنت بسمحها جاية من إيران واللي بتتكلم عن البحرين أنا سمعتها في مصر عن موضوع عن الثورة المصرية وسمعتها عن تونس وسمعتها عن اليمن الفرق أن البحرينيين ما عندهم صوت آخر ليقولوا لا في الإعلام نحن الآن في الإعلام المصري لأن هذه الثورة نابعة من ضميرنا ونابعة من صميم عاكدتنا الوطنية كدولة عربية مستقلة نقول نحن قرارنا بيدنا كشعب بحريني لن نتابع إلا لأمريكا ولا لإيران ولا لأي دولة أخرى نحن شعب عربي يقول أنه يريد أن يكون حراً في بلده أن يشارك في اتخاذ القرارات إيران تكلمت لم تتكلم بصراحة لا يعلينا ونحن نقول للإيرانيين نحن سوف ننجز حريتنا لنكون جزءاً من وطننا العربي لذلك سواء صرحتم أو لم تصرحوا هذا شأنك نحن نقول شكراً لكل من يدعم هذا الحراق ولكننا مستمرون مستمرون بعقيدة وطنية وكرت الأنباء وكرت الإعلام تهمها الإثار ومعروف أن هناك تجاذبات في الخليج منذ الحرب والحراق والغزو على العراق ووجود الأسطول الأمريكي الخامس داخل البحرين والمناوشات الأمريكية الإيرانية والتصريحات الإعلامية لذلك هم يهتمون أكثر في هذا الموضوع ولكن في ضمن كل هذه التصريحات وكل هذه الفوضى الموجودة أين هو صوت الشعب؟ صوت المعارضة الذي يقول أنه يريد الحرية أنه مغيب عن الإعلام والإضاءة مسلطة على التصريحات الإيرانية والتصريحات الأمريكية والحكومة البحرينية مستريحة أنا بس بغيرت أضيف في هذا الجانب إذا سمحت لي إذا كانت إيران قادرة على أن تكون وراء كل شيء في العالم هذه شيء خطير جدا الشعب البحريني منذ العشرينات كما ذكرت قبل قليل والثماني قبل وجود إيران الإسلامية كانت وجود الشاهنشاه الإيراني إلى حد 79 في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات الحركات العمالية والحركات التقافية والحركات التقدمية ويعني مع كل فترة تأتي تكون هناك حركة إلى أن أصبحت الآن حركة شعبية متناغمة ومتساوقة ومتجاوبة مع الهزة الأرضية التي حصلت في تونس ومرت على ليبيا ومصر واليمن وما إلى ذلك ولأننا في البحرين أكثر الشعوب خصوبة في التحرك وخصوبة في الحركة النضالية نتميز عن الشعوب الأخرى فنحن نستجيب بشكل سريح خصوصا أن الوضع السياسي الموجود متردي جدا إلى الدرجة أن الشعب متقدم جدا على السلطة القائمة في طريقة رؤيتها لطريقة الحكم أنا أودت أن أشير إلى نقطة لعلها تكون فاصلة في مسألة تدخل إيران في البحرين الولايات المتحدة الأمريكية وهي العدو اللذوذ لأمريكا لم تصرح مرة واحدة بل صرحت مرات عدة بأن لم نجد ما يدل ليس بعد الثورة ما قبل الثورة وبعد الثورة ما يدل على تدخل إيران في الحركة الموجودة في البحرين سواء كانت لأنه قبل الثورة في 14 فبراير كان هناك مجموعة أيضا تضالب بالديمقراطية وما إلى ذلك وحكموا وعذبوا يعني قبل الثورة لا لا مجموعات أنا قضي قبل ثلاثة شهور كانت هناك قضية تدعي الحكومة بأن هؤلاء مدعومين من إيران الولايات المتحدة الأمريكية تقول كل ما لدينا من استخبارات والاستخبارات الأمريكية ليس لعب أطفال هذه نقطة الولايات المتحدة تنفي نقطة ثانية اللجنة البحرينية المستقلة التي تقص الحقائق برئاس السيد محمود شريف بسيوني مع عدد من القضاة الدوليين يعني الخبراء في القانون الدولي جاءوا البحرين وعملوا تحقيقا في كل الانتهاكات وأيضا تأكدوا وعملوا آلتهم الاستكشافية هل هناك تدخل إيراني أو لا ذكر هذا في تقريره وذكره حتى في كلمته النهائية التي قدم فيها التقرير للملك قال لم نجد دليلا على تدخل إيران لماذا؟ لأن هناك قضية حقيقية يعني مش محتاجين لإيراني تجي تقول لنا يا شعب البحرين تحركوا عندنا حاجة يعني عدنا شيء يدفعنا عدنا شيء يعني عدنا موضوع حقيقي ولسنا مدفوعين يعني هذه وثيقة المنامة وثيقة المنامة تطالب بمطالب تعتبر بالنسبة إلى عدد هائل من الشعوب أضحوك يعني أنتوا بطالبوا إيه؟ بحكومة منتخبة؟ يعني طيب حكومة منتخبة دوائر عادلة أن تكون الدوائر الانتخابية عادلة لا يكون في هذه الدائرة 800 ناخب يأتون بك كنائب وفي هذه الدائرة 16 ألف ناخب يأتون بالأخ نائب يعني كأنما 16 ألف يساوون 800 شخص لماذا على أساس المحسوبيات وعلى أساس الانتماء والولاء ومعرف إيش نحن عايزين يكون الولاء في البحرين هو للوطن وليس الولاء لهذه الجماعة أو لتلك القبيلة نريد أن نتقدم البحرين إلى الأمام نريد أن ننتقل في بقعة الخليج العربي والخليج العربي ليس متخلفا بالمناسبة يعني الخليج العربي متقدما ولكن للأسف الشديد الحكومات تتمسك بنظام الحكم المتخلف الوراثي الطريق يعني الذي يأتي بالابن سواء كان كفوان أو غير كفو ويجمد قدرة الإنسان على الاختيار عبر صراطيق الاقتراع وأن يكون هناك تداولا للسلطة هذا مرفوض ونحن هذا ما نحاول الوصول إليه عندنا عايزين قضاء عادل في حد يعني بيرفض أن يكون القضاء عادل في الدنيا دي كلها واحد من المطالب الذي أجمعت عليه كل الجمعيات السياسية المتحركة نريد قضاء عادل هذه إيران مفروض ما في الخدمة نسبة الشيعة في البحرين لا يوجد في البحرين يعني إحصاءات تتكلم عن نسب الشيئية والسنية الموجود كلها عبارة عن دراسات ديمغرافية تتكلم عن وجود وجود حدود 64 إلى 70% من الشيعة ويعني 30 إلى 35% من السنة ولكن كبحرينيين لا يعنينا ذلك كثيرا الكبحرينيين يعني نحن متصاهرون عوائلنا مختلطة من مزيج من الطائفتين والموضوع يعني فيه انفتاح كبير منفتحون على العلات الاجتماعية منفتحون على برامج الثقافية المشتركة لا يوجد هناك مشكال أو احتقام طائفي في البحرين في هذا المعنى يوجد هناك عائلة متسلطة تريد أن تستفيد من أي فرصة لخلق ودك أسفين حسب المبدأ الشهير فرق تسد ولكن كشعب هناك لحمة وطنية جميلة هناك مأزق طائفي حاولت السلطة أن تستدعيه الآن من بعد الرابع عشر من فبراير لتقول انتبهوا إذا حصل الديمقراطية سيفوز الشيعة وسيخسر السنة ونحن نقول لا لن يفوز الشيعة ولن يخسر السنة سيفوز الوطن ما سيحدث أنه سيعيش الوطن على أساس موطنة لا على أساس الانتماءات الطائفية والثقافية سيد حذاك عاستو الحق كأن التكملة أو رجوع إلى الوراء البحرين بطبيعتها صغيرة جدا فإمكان التلاقي كبير جدا وهي أيضا كانت محطة التقاء بين الشرق والغرب يعني كان الهند لما يروحوا للغرب أوروبا يمروا على البحرين نفس العملية الأوروبيين فالبحرين فيها مشارب كثيرة ليس الشيعة وسنة فيها يهود بحرينيين فيها مسيحيين بحرينيين فيها هندوس طبعا ليس بحرينيين هندوس ويعني بوذيين ومسيحيين بروتستانت وارثوديكس ويعني مش من الصعب أن على أي بحريني يلتقي بهؤلاء لماذا؟ لأن البحرين 775 كم مربع نعم وعايشين في حتة صغيرة مش في البحرين كلها لأن 80% العائلة الحاكمة بعد ما ما تسمح لنا نروح فيها هذا جزء من الظلم لأننا عايزين يعني يتبحبحوا شوي في مكان ما يروحون فيه ما يروحون الناس فيه أيضا والشعب البحريني يعني نصف مليون فقط بالأجانب مليون ومئتين ألف يعني هم الأجانب أكثر أيضا مننا هذا لم يكن موجودا يعني هنا في مسألة الشيعة والسنة الحكومة تحاول أن تغير التغيير الديمغرافية وحاولت تجنس بعض العرب والهنود والباكستاني وما إلى ذلك يعني ليعمال كفة وهذا لا يعني من قريب أو بعيد لأننا كمواطنين سواء كنا قلة أو كثرة نحب وطننا أنا آسف جدا الفقرة بتاعتي خلصت أستاذ سيد هادي المساوي نائب سابق بالبرلمان البحريني وعضو جمعية الوفاق الوطني والأستاذ حسين يوسف إعلامي بحريني وناشط سياسي شكرا جزيلا لحضراتك وفندم ونورتونا ونورتوا بلدك التاني مصر شكرا جزيلا لحضراتك نتمنى طبعا لدولة البحرين كل الوفاق ما بين شعبها وبعضه بنحترم الطرفين كدولة ونحترم كإعلام الطرفين شكرا جزيلا لدعوة لا نتدخل في شؤون دولة أخرى عرضية صديقة وحميمة وفي نفس الوقت بنتمنى لها كل التوفيق ليبقى فيه حالة استقرار في بلدهم فصلوا لغاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة